بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم بكل خير إخوتنا الأكرم في كل مكان أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج ملفات تربوية في عدد اليوم سنحاول أن نتناول موضوع واقع التكوين في الجزائر أسعد باستضافة الأستاذ أحمد عباس أستاذ بمعهد تكوين إطارات التربية الوطنية بولاية سعيدة أهلا وسهلا أستاذ السلام عليكم إذن أستاذ سنحاول أن نتطرق إلى واقع تكوين إطارات التربية الوطنية في الجزائر سنتحدث أولا عن واقع التكوين في الجزائر كيف كان في الماضي وكيف أصبح في الوقت الحالي الحمد لله السلام عليكم صلى الله عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله من مكان هذا أحيي جميع المشاهدين والمتتبعين للبرنامج وأغطيب فرصة لأشكر قناة الأنيس على اهتمامها بجانب التربية خاصة في ما يجري حاليا في الجزائر من أوضاع تمس هذا القطاع الخطير وهذا القطاع المهم والحساس والحساس نعم طبعا جزائر بعد الاستقلال مباشرة لم تكن لها إطارات تربوية لم يكن لها المعلمين بالمقدار الكافي والأساتيثة ومع ذلك كانت تجد الحلو وطبعا مدت هذا العون إلى إخواننا في المشرق وبعض المتعاونين التقنيين من الغرب ولكنها حاولت أن تعتمد على نفسها فكانت هناك ففتحت هناك ما يسمى به دار المعلم لكل نورمال أنا ذاك وكان لكل نورمال هذا له قوانينه له قواعده وكان سائرا ثم بعد ذلك في السياسات التي كانت تطور ذلك الوقت ظهر ما يسمى به المعاهد التكنولوجية للتربية كما ظهر في البترول مع هذا التكنولوجي للبترول مع التكنولوجي للفلاحة فهذا ظهر المعاهد التكنولوجي للتربية والحقيقة تقال كانت فيه جهود تبذل بقوة وكانت العملية تجريبي جدا فالمعاهد التكنولوجي للتربية في مطلع السبعينات أدت دورا كبيرا وكان الذين يتكونون رغم المستوى الذي كانوا يأتون به يولا شعور الدخول لم تكن تطلب مستوى جامعي كان تطلب مستوى سنة رابعة متوسط سنة أولى والثانية والثالثة والثانوي ولكن جدية في التكوين من طرف المكون الرغبة في التكوين من طرف المتكون ذاته وكذلك المدة الكافية التي كان منحوناه إياها في البداية كانوا مستعجلين نوعا ما لأن الميدان يحتاج إلى إطارات كثرة فكانت المدة سنة ثم بعد ذلك أصبحت سنتين وفي الآخر أصبحت ثلاث سنوات يعني بعد مثلا الرابعة متوسط يتكون الإطار لمدة سنة أو لمدة سنتين ثم يدخل مباشرة في العمل نعم ومع ذلك ما كانت الوزارة تغفل عن تكوين المستمر ورشاة مستمرة دعوبة مؤطرين يقفون بقوة إلى جانب يرافقون بقوة المتعلم المطلب بس متكون فكان عندنا إلى جانب مفتش مستشارين طربوين مفتش عندنا مجموعة من مستشارين هم الذين ينيرون له الطريق يذهبون المعلمين زيارات متكررة على المعلم وهو في قسمه ويأخذون منه ويعطونه ثم بعد ذلك يعود المفتش ليتوج هذا التكوين ويدعوهم مفتش إلى ورشاة وكان التكوين مستمرا يعني بطريقة جيدة جدا فكان المتكون أو المعلم الذي أصبح ممكن جدا مصبح متكون أصبح معلم مثبت ولكنه كان يحظى بمرافقة تربوية مكثف ثم ذهبت الأموة كذلك إلى فترة قصيرة لما أصبح عممت الجامعات وأصبحت عممت فكانت الجامعات قد استولت على المعاهد وانتقلت هذه المعاهد من حيازة التربية الوطنية إلى التعليم العالم وأغلقت في وجه المتكونين يعني لا يوجد تكوين للأساتذة لا يوجد الوقت الحالي في فترة ما أصبح لا يوجد الآن يستعيدون أنفسهم يجد ولكن بطريقة بطيئة نوعا ما فهذه العملية التي تمت بحيث استبدلت المعاهد بالجامعة أخذت المعاهد التكوين من تربية الوطنية ولكن كان يوجد العدد الكافي الذي تكون مع الزمن كثرت الاحتياجات إلى المعلمين فبدأوا يأخذونا من الجامعة ويدفعونا إلى الميدان مباشرة من دون تكوين فكانت تنمية ضحية وحتى المعلم يصبح ضحية لأن المعلم يلقى في ميدان ولا يحسنه وفي الجامعة لا تحسنه إلا أن تعطي التعليم الأكاديمي فيجب أن يتوز التعليم الأكاديمي بتعليم مهني كما هو الحال في المعاهد السابقا كان يعطى تعليم يعطى تكوين مهني وتكوين علمي وتكوين مسلاكي ثلاثة سلاثة جوانب تدرب عليها المعلم او الاستاذ في المعاهد المتخصصة في تكوين المعلمين ومعهد المتخصص في تكوين المعلمين الاسط tril المتوسط أو الاسطril المتوسط او الاسط tril في تعليم الثانوي ي Lorkezen لهذا الجوانب الثلاث علمي مهني مسلاكي طيب الآن نتكلم عن الواقع الحالي للمنظومة التربوية في الجزائر معاهد التكوين هل تقوم بدورها أم لا توجد أصلاً معاهد التكوين أم تقوم بتكوين لفترة قصيرة ووجيزة أم ماذا حدثنا عن واقع المعاهد في الوقت الحالي أم غير موجودة أصبحت معاهد المكانة المفتحت يومما فتحت معاهد تكنولوجية أصبح تقريباً لكل ولاية معاهد وكان يزيد عددهم عن 60 الآن هناك خمس معاهد تكوين بالنسبة للجزائر خمس معاهد تكوين نضيف لها المعاهد الوطنية تكوين أستيذار نضيف لها بعض المعاهد الأخرى ولكن عدد أصبح مقارن للنصر درجة عالية جداً ومن ثم أصبحت المعاهد هذه بدأ ما كانت متخصصة أصبحت تقريباً معاهد متعددة للتكوين أصبحت الآن هذه المعاهد العلاق التي أصبحت بدأ ما كانت متخصصة لمعلمين أو لأستيذار المتوسط ومعهد آخر التي تعلن الثانية أصبحت الآن معاهد يكون إطارات تربية أستيذار ومديرين ومفتشين ومقتصدين وعوان مقتصدين ومخباريين فهذه كلها تجعل استيعاب المعاهد قادمة بنيت بحجم يناسب نسمة سكان في الاحتياجات في ذلك الوقت منذ أربعين سنة كانت كافية لأن تستعمل الاحتياجات ولكن الآن بعد ما زادت إلى الاحتياجات أكبر جاءت أيضاً إطارات أخرى غير المعلم وغير الأستاذ وغير المفت إطارات أخرى أيضاً جاءت التكوين فأصبحت معاهد مكتد غير قادر على استيعاب فماذا كان الحال؟ أن كل واحد منهم يأخذ قسط قصيراً من الوقت في التكوين نتكون شهر سهرين نروح ومنهم مباشرة من الجامعة للقسم يعني كم وليس كيف مجرد كم وليس كيف وبالتالي هذا الارتجارية في التكوين عدم الجدية في التكوين خلّ أطاره في الواقع وانظر إلى مستوى التلاميذ عندنا لهم كيف هو وانظر إلى أخلاقهم وانظر إلى تربيتهم كلها تدني لأننا لم نعتني بالتكوين طيب الآن نتكلم هناك شريحة من المجتمع شريحة كبيرة نوعاً ما تقول بأن الأستاذ اليوم غير مكون غير قادر على تدريس وتعليم الأولاد بصراحة المجتمع اليوم لا يثق في الأستاذ المتخرج من الجامعة بعض المتخرجين من الجامعة يقول بأنه خلال خمس سنوات أو ممكن ثلاث سنوات بنظام الألمدي في الجامعة يتخرج من الجامعة ثم يلقى مباشرة إلى ميدان العمل لا يعرف حتى كتابة مذكرة مثلاً في التعليم لا يعرف حتى كيف يتحذير الدروس لا يعرف كيف يجري ويسير الحصة داخل القسم بمعنى يفتقد إلى الميكانيزمات اللازمة في ميدان التعليم ثم يضطر إلى جلب الكراريس التي كان يدرس بها في السابق وربما الاستعانة بكراريس من بعض الزملاء الأساتذة لتدريس ما هو مدون في الكراس بطريقة فوضوية لا أحد يراقب لا أحد يحسن المستوى لا أحد يكون في رأيك أستاذ هل تعتقد بأن التكوين مهم جداً في الوقت الحالي وهو متمم لعملية لما تقوم به الجامعات وهو ضروري جداً ولا يمكن أن أتخلى عنه خاصة في الوقت الحالي على الأقل لسد هذه الثغرات الموجودة في ميدان التعليم هو بالطبع هو التعليم مهنة لها خصائصها لها متطلبات وها إلى آخره وما يأتي به الأستاذ من الجامعة هو تعليم أكاديمي قد لا يفه بالغرض ومن ثم واجب عليه أن بعد الانتقاء الجيد الخاضع لشروط جادة ينتقى زبدة المتخرجين من الجامعة في الجامعة هذه الخريجين يجب أن ننتق منهم الزبدة لن أخذها كذا اعتباطاً وهذه الزبدة لها بقل تكوين لما يذهب مع هذه تعلم عن المنص طفل عن المنص المراهب عن المنص الراشر تكوين طرباوي لابد أن يخضع هذا المنطقة الذي جاء بعد المسابقة إلى المعايد يجب أن يتعلم مهارات يتعلم هذه المهارات أول يتعرف على الشخص الذي تعلم على الفئلة الشريحة من المجتمع التي يعلمها هو يعلم الأصفال في الابتدائي يجب أن يتعلم عن المص الطفل وبعض الشيء في علم المراهب تعلم عن المصطفى المتوصل الثانوي تعلم بعض الشيء قارئ من علم الطفل ويركز على النفس المراهب من ناحية التربوية قدراته استعدادات ونموه سرعة النمو إلى آخره تعلم من حيث المادة يتعلم أيضا تعليمية المادة الذي يدرس المواد الاجتماعية يتعلم تعليم المواد الاجتماعية وليدرس المواد العلمية الدقيقة يتعلم هذه التعليمية وليد يدرس مواد أخي كل واحد هذه التعليمية يفتخر إليها خرج الجامعة مهما كان ولو كان متفوق في دراسته ولكنه يفتخل هذه المطلبة لا بد أن يتعلم لا بد أن يتكون في التعليمية لا بد أن يتكون في المسترباو لا بد أن يُعط له قسط من التشريع تشريع المدرسة ليعرف حقوقها وواجباته حقوقها غيرها حقوق التلميذ عليه حقوقها على التلميذ لا بد أن يتعرف عليها ثم بعد ذلك لا بد أن يشاهد بما فيه كفاية مشاهدة ميدانية ينظر إلى المعلمين الأسلافة الذين سبقوه كيف يعملوا فلما يتكون التكوين النظري والتطبيقي يخرج هذه الخارجات وتطفلها فترة كافية في تكوين إقامي يبقى مستقر لا بأسا يطاله أجر أستاذ يطاله أجر أستاذ ويبقى يتكون حتى يستقر من ناحية المادية بعضهم يأتي التكوين في فترات تعالى العطلة لا لدخل الآن ما عليش سبتمبر يجي من الجماعي داخلهم برشرة يتكون كي تجي خمسة عشر يوم هذه العطلة الصيفية آه شتوية كي تجي العطلة شتوية يجيبه المعه هو كان ينتظر هذه العطلة شتوية يجمع مذكورات يسأل عن بعض المشاكل تهدف القسم وبتأي يجيبه المعهد كي يدرس هذا يعني نوع من الأكتباطية هذه وغير جدية التكوين ما لا تعطي فائدة ثم بعد ذلك يأتي المفاتيش المفاتيش بحكم بحكم أنه لازم يثبته حتى يسد الفراغ الموجود المقاطعة لازم يثبت مجموعة ويثبته ولو لم يكن أهلا تحتضغوط الفراغ الذي يعاني منه تعاني منه مقاطعة سنكمل بعد هذا الفاصل القصير استسمحك لهذا الفاصل مشاهدية الأفاضل فاصل قصير ونعود أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدية الأفاضل إذن نعود مرة أخرى أستاذ أحمد توقفنا عند واقع التكوين في الجزائر في الفترة الحالية الآن المجتمع يقول بأن الطلب المتخرجين من الجامعة لا يمتلكون المستوى اللازم لتدريس الأبناء ولتدريس التلاميذ وليست لديهم الكارزمات والمهارات اللازمة لإيصال المعلومات اللازمة في الجهة المقابلة الطلبة المتخرجين من الجامعة مباشرة يجدوا أنفسهم أمام في المؤسسات الثربوية لا يوجد أي أحد لتكوين هؤلاء الطلبة لا يوجد أي أحد يراقب عمل هؤلاء الأساتذة الجدد مباشرة متخرج أو ناجح من مسابقة توظيف الأساتذة يقدم له المئزر تفضل القلم إليك التلاميذ أعطي لنا الدرس من يكون هؤلاء إذا وجدنا بأن هناك أساتذة مكونين هكذا كإسم أستاذ مكون في كل مدى وفي بعض المؤسسات فقط ما هو عمل هؤلاء الأساتذة المكونين حقيقة هناك توجد يعني بعض الجهود لا يجب أن ننكرها ولا نبخص الناس أشياء توجد جهود تبذل ولكنها غير كافية والذي نريده هو أن يكون هناك تغيير جذري لواقع التكوين في الجزائر الجزائر لها تجربتها في التكوين كونت ونجحت في التكوين على مستوى التربية ولكن الآن بعد ما تعطرت فهي تحاول أن ترقع وليس الترقع هو الذي ينفع وإنما يجب أن نغير هذا الواقع تغييراً صحيحاً وجذرياً وننطلق انطلاقة سليمة وصحيحة من بينها أن تسترجع الهيئة التي ضاعت أن تبنى هيئة الجديدة ثم بعد ذلك نعود إلى الانتقاء يجب أن يكون الانتقاء جاد بعيداً عن الارتجال بعيداً عن تلك المسابقات هكذا التي ليس فيها ضوابط يجب أن ننتقي أفضل ما عندنا لأننا نريد أن نبني إنسان نريد أن نبني جيلاً فكيف إذا أردت أن تصنع جهازاً من معدن تبحث له عن أفضل المتخرجين في حين إذا أردت أن تبني جيل لتربيه لا تبحث له عن مثل هذه الفئة الجيدة يجب التعليم أن يستقطب طاقات خيرة الطرق الجيدة وخيرة شباب خريجي الجامعة ثم العناية بهم إذا نجح في المسابقة ينطلق إلى التدريس مباشرة غير صحيح مهما كان لدينا نقص مهما كان لدينا نقص يجب أن يذهب إلى التكوين حتى لا يفسد ويشوه لأن المهنة هذه مهنة ليست مجارب المعلومات يأتي بها من الجامعة مهما كانت هذه المعلومات عنده رصينة وغازيلة ولكن ليست هيدة توطيه كيفا أعتقد بأن هناك فترة فترة تكوين للنجحين من المسابقة التوظيف ولكن الفترة أعتقد بأنها قصيرة جدا وخلال الفترات متقطعة ولمدة لا تتجاوز السنة حتى الآن محددينها بسنة تكوين إقامية سنة تكوين إقامية من معنى يبقى المتكون في المؤسسة في المعهد يتكون وهناك النبيت والإقامة ثم للأسماع إقامة وما هذا لا تطبق مكتوبها وزن دولة كانت تطبق لماذا يقول فما عندنا فراغ في الميدان لابد من أن نسده دعه يتعلم يذهب ليدرس ثم يعود المعهد في العطال يستغل عطلة لمدة 15 يوم لفترات متقطعة ثم يقدم له عبارة عن أشياء نظرية فالذي المفروض اللي يجب أن يفعل هو كمكتوب أقول أنه يعود بنخبة ممتازة إلى المعاهد وأيضا تبنى لها مناهج تكوينية رصينة سليمة جيدة يشرف عليها متخصصون في بنائها ثم ذلك لا يكفي فقط هذا وإنما أيضا من يطبق المناهج الإدارة التي تسير المعاهد يجب أن تكون إدارة أيضا جادة والأساتذة الذين يدرسون هذا المتكون أيضا يكون مختصين في التكوي الذي يدرس التعليم يجب أن يكون مختصا في هذه المادة ويعرفها ويعرف الميدان ماذا يشري فيه والذي يدرس علم الناس التربوي يعرف هذا الناشئ كيف تنشأ إذا آخره ويجب أن يكون هناك ترابط بعد ذلك لا نترك هذا المتكون يذهب وآيب فقط وإنما يجب أن يرافقه يرافقه أستاذ من المعادة المكون إلى الميدان ويرافقه المفتش ويكون هناك أستاذ مكون مطبق التسمية الأفضل هي الأستاذ المطبق لأن سابق التسمية ينثق في قدراته ويشهد له بقدراته هو الذي توجه إليه المتكون ليتعلم منه وذلك ندعم بالتكوين المستمر الآن المفتش أعتقد بأنه يتحمل قصد كبير من تكوين الأساتذة لأنه هو المسؤول المباشر وهو الذي يقوم بزيارات متكررة للأساتذة مفتش في ولاية معينة يمتلك الكثير من المؤسسة التربوية يشرف على العديد من الأساتذة ليس لديه الوقت لزيارات متكررة لكل أستاذ وبالتالي يتحجج بأنه الوقت ضيق خلال سنة يقوم ب حوالي ست قلت ست زيارات مثلا يقوم باجتماعات معينة عدد محدود مثلا ثلاثة أو اثنان خلال عام والمشكلة أنه خلال هذا الملتقى مجرد أشياء نظرية يقوم بيسترد أشياء من دهاز الحاسوب ولا يلافق الأستاذ لتحسين المستوى ما هو دور المفتش في تحسين مستوى الأستاذ؟ هو فعلا المفتش تتسع الرقعة لديه عدد الأستاذة كثر ممكن أحيانا تكون الأماكن متباعدة جدا ويصعب عليه أن يزور زيارة تكوينية تصعب عليه أن يغطي منهاج كبير يغطي منهاج صغير جدا حتى الندوات التي المفتش يريد أن ينظمها أيضا يجد فيها إشكال يجد الإشكال أنه أحيانا يجد المرافق التي يشمع فيها عدد كبير من الأستاذة إذا جاء معهم لا يجد المرافق مثلا يتنولون مثلا وجبة الإطعام ويبقوا في المساء وإنما يأتي بهم صباحا ويردهم في المنصف النهار يرجعون تأني يتواجبه فقط يفوت هذا لماذا تشكلية؟ لأنه هو أيضا ضحية لكثير من العز في الموال التي بين يدي من نهاية الميزان التي بين يديه كي يعدد يعدد هذه الندوات والمتقايات والأيام الدراسية لا يستطيع واتساع الرقعة أو عدد الأساتيلا فهنا كان كثير من المشاكل تعترض المفتش والمفتش أيضا من حقه ينتكون فهو لا يتلقى التكوين كافي المفتش يجبه ينتكون ويطلب بذلك ولكن حتى الآن المفتش أيضا ينفس الإشكال هو أيضا يتكون تكوين متقطع هكذا تنوبي ثم يعود إلى المؤسسة لا وهو أحيانا هو يكلف بالتفتيش وهو يزون مهمته في التفتيش ويأتون به إلى المعهد وتجده مرة لمرة يخرج ليهتف فعله كذا يسير المؤسسات أو يسير الإضارة من من المعهد إلى هنا تكون يجب أن يفرغ له المتكون إذا أردنا أن تكون تكون جيد يجب أن يفرغ تنحى عنه جميع المسؤوليات يأتي إلى المعهد الذي يتكون ويجب أن تكون المعهد مع المقاطعات التطبيقية على الصينة بما بينهم لتتم المرافقة التربوية الجيدة طيب بعدما تكلمنا على واقع التكوين في الجزائر بين الماضي والحاضر تحدثنا عن دور كل من المفتش والأستاذ المكون في كل مؤسسة تربوية نأتي الآن إلى الحلول كيف نتصرف كيف للمنظومة التربوية أن تتصرف للخروج من هذا المأزق إن صح التعبير ولتحسين مستوى الأساتذة المفتشين وكل عمال قطاع التربية والتعليم في الجزائر ما هي الحلول في رأيك نعم هذه هي تقريبا كنا ذكرنا بعضها هذه الحلول وقلنا بأن أول حاجة هي أن ينظر إلى التربية على أنها العصب الحيوي في المجتمع بدون هذه النظرة لا يمكننا أن نحسن منظومة التربوية يجب أن ننظر إلى أن المؤسسة التربوية تحتضن الأجيال التي ستبني المجتمع فكيف نهملها كيف نعطيها لأهمية البالغة والأهمية القصوى كيف نأتيها بأين ليتدرس ونأتي بأين ليسير المسيرين إداريين ومديرين وغيرهم يجب أن يتكون تكون جيد والمفتش تكون تكون جيد والأسر أيضا تكون تكون جيد هؤلاء جميعا هذه الفئة ضحية تكوين سيء حتى الهيئة غير موجودة خمس معاهد نعم ولما ننظر في المعاهد التي بقيت المعاهد التكنولوجية التي كانت تسمى التكنولوجية ثم بعد ذلك انضافة معظمها لا نجد إلا القليل منها نجد مثلا في الغربة كان حوالي خمس معاهد واحد في بشار واحد في سعيدة تيارت مستغانم ووهران وفي الشرق كانوا واحد في القسنطينة واحد في العاصمة واحد في ورق لها في الشرق واحد في العاصمة وفقت وانتهى وهذاك الأكثر من ستين كما تكون لها ذهبت فيجبوا استرجعوها ويجبوا بناء هيكل أخرى صالحة لهذا العاصر لأنها تلك المعاهد لا تفب الغرض التي بقيتها في الغرض الملاقيت فيها لا تستوعب السياحات لا تستوعب بالأقسام للتوعب أيضا كثير منها أصبح لا يصلح للاستعمال يعني لابد من إيرادة آه يجب إيرادة ثم إنفاق على هذه المؤسسة التربوية والعودة بالتكوين على ما كان عليه في السابق يجب أن نعود إليه والتكوين المستمر أكثر من ذلك والتكوين المستمر أيضا يجب أن يحسب له حساب ويكون لا يكون شكري يكون مستمر حقيقي صحيح مرافقة بمعنى الكلمة طيب بقي من الوقت دقيقة واحدة ما هي الرسالة التي تريد أن تقدمها للأساتذة المكونين للمفتشين للأساتذة الجدد خارجي الجامعات من أجل تكوين ذاتي قبل أن يكون تكوين من طرف المسؤولين ووزارة التربية الوطنية نعم أنا أنصح زملاء الأساتذة على أن ينطلقوا من كونهم مربين يجب أن يؤمن بأنه مربي ثم يسلك سلوك المربي ثم هذا من جانب التصور لنفسه ثم بعد ذلك يجب أن يكون نفسه باستماع تكوين الذاتي أهم من التكوين الأخر تكوين ذاتي مهم لأنه هو الذي يعرف ما هي النقاط التي لازالت ضعيفة عنده فيذهبوا لاستكمالها ما هي الجوانب التي لازالت فيها يغموا فيذهبوا لاستكمالها وليلن يكونك أحد مثل ما تكون نفسك شكرا أستاذ أحمد إذن مشاهدنا الكرام إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج ملفات تربوية تقبلوا أجمل تحيات فريق الإنتاج والإخراج ترجمة نانسي قنقر